السلام عليكم جميعا ولو والله يعطيكم العافية جميعا معكم محمد عاطف القضاء من لجنة الطب الأسنان اليوم ان شاء الله راح اكون معكم في شرح المحاضر الأخيري من مادة الفيرز في مصاق الهدان نيك المحاضرة خفيفة لطيفة والدكتور تعاون معكم الله يجزي الخير وحدد للك مواضع الأسئلة فيها ما بنا نطول عليكم نبدأ بالشرح بسم الله نبدأ بخصوص الراديوغراف فهين على السن الماضي على دورنا كانوا محاضرة كاملة وكل صورة كيف بنوخذها وكيف تمشي الراديو بيم واصلا كيف بلشت الراديولوجي وخلافه لكن مطلوب منكم هذا على دوركم هذا الجدول لما بنوخذ البروجيكشن حتى تحفظوها مش البروجيكشن هو البيم انه كيف بدأ تمشي الشعاع كيف بدأ تطلع من جهاز الأشعة حتى تخبط الفيلم من وين بدأت الممر بستيريور انتيريور يعني فهي بدأت مر من الخلف إلى الأمام يعني من خلف الرأس إلى الأمام شو بدي أشوف بشوف الفرونتال ساينس اللي موجود هون إذا اللاترال البروجيكشن إذا أنا بدي أحط الرأس بدي أجي أصوره من اللاترال بستخدمها بالأورثودونتكس بالتقويم الأسنان سب منتوفو باجي بأوخذها من عند تشين تحت من عند اللي هي منطقة سكسوكا وبعملها بانجوليشن معينة بزاوية معينة بحيث توصل تكون نهاية البيم بتخبط بالفيرتكس الفيرتكس اللي هي أعلى منطقة في الرأس فهاي ليش عشان تشوف زي قومتك أو عشان هاي كمان بكون شكلها مثل اللهم صلى الله سيدنا محمد مثل الكأس أو إشي بتطلع الجمجة ومقريبة من شكل الكأس له إيدين هيك بتكون يعني إذا ما أنا بارفش أرسم بس يعني وأن هذولة زي قومتك أرج وأنه بكون في عليهن فراكتر في عنا الأكسيبيتو منتل من الأكسيبيتو من الأكسيبيتال بون للمنتل اللي هي التشين اللي هي المنتل فرامل وهاي بالماندبل فالبيم بتكون تقريبا من الخلف إلى الأمام لكن بأنجوليشن بتختلف عن البستيريور الانتيريور للمجزل الرئيساين ستغلب وش حالكو فيهن بس أحفظوا لكل واحدة إيش بني رامك إذا شفت الجهاز بكون يلف حواليك وبعط صورة ثلاثية الأبعاد أو مش ثلاثية الأبعاد عفوا تكون الصورة هيكة مفروضة هاي بالماندبل فركتشار هاي مستخدمها احنا كثير خلينا نبلش بالكلينيكال نوتس الأورو ناترال كمينيكيشن بكل بساطة انتو بتعرفوا أنه احنا في عنا ماكزيلا ريساينس ماكزيلا ريساينس موجود فوق الفيولر بروسيس المكان الموجود فيه اللهم صلى الله سيدنا محمد الجذور الأسنان والأسنان فمرات احنا بصير انه بصير في عنا فركتشار أو كمينيكيشن أو فتحة يعني بين البيولر بروسيس وبين اللهم صلى الله سيدنا محمد المكزيلا ريساينس طبعا المكزيلا ريساينس تابع للنيزل فانه بصير اشي اسمه أورو ناترال كمينيكيشن يعني اللبان قبل شوي كنت تدرس عنها مرات احنا اللهم صلى الله سيدنا محمد رح تخذوا الموضوع بالريديولوجي والباثولوجي بثالفة هاي هنا عندنا الساينس وهنا مثلا مرات بصير في كمينيكيشن طب شو أسباب هذا الكمينيكيشن أو الفتحة لأنها تصير اول اشي اول شو للساينس خلينا نأخذه اونا طبعا هذا عرفنا نان هيلنج سوكت هسا احنا بس نخلع الطاحونة أو السن المنطقة اللي بتكون حاوية جذر اللي هي منسميها سوكت اصلا في عنا حالة انه مرات بتصير فيه ألم شديد مش بس عشان الكمينيكيشن بتصير ألم شديد شديد مش طبيعي كون في عنا صار مشكلة بالالتئام الجروح وبتصير جافة جدا فاسمها بصير الدراي سوكت فهاي أحدة الأسباب بس هي مش اللي دراي سوكتها وننهي لنج سوكت انا طبعا هي مرات بتكون لأسباب راح تأخذوها لاحقا انه بكون ماكزيلا ري ساينس يعني قرب كثير من الروت مرات دخل الروت جوه الماكزيلا ري ساينس واصلا احنا اذا بنا نعمل باستيريور تيث بالماكزيلا بدنا نعمل نرفع الماكزيلا ري ساينس ونحط اللي هو النسيج اللي هو الأنسيج الصناعية بديلت العظيم وبعدين نعمل إمبلانت فهو اللي بصير انه احنا ما بتعالج عنا السوكت ما بتلتعم فبظل مفتوح يعني زي ما انت شايفين هون بصير بمثلا الاكل يطلع من الفتعة هاي على النوز او العكس اللي هو التهاب الجيوب طبعا بتمر من الثم الصوت بتغير ليش؟ لأنه احنا الجيوب الأنفي بتحكم كثير بالصوت طيب ماشي مثلا حجم اللهم صلى الله سيدنا محمد اللهم صلى الله سيدنا محمد حجم الشو اسمه حجم الكميوكيشن مثلا احنا هون بهاي الصورة احنا بس عملنا كان في عنا اكستراكشن فصفها فتحة صغيرة بس مثلا هون بكل اللهم صلى الله سيدنا محمد اللي هي بكل فاتباد اللي هي هاي المنطقة شايفينها مرات بصير في عنا مشكلة فيها فبتصير في مفتوحة كلها يعني شايفين هاي كلها المنطقة هاي الفوق الفوم الثم كلها هون بصير يعني بصير الكميوكيشن كثير كبير فمثلا اللهم صلى الله سيدنا محمد احنا التريتمنت بعتمد على السائل اذا زي ما حكينا لكم احنا منعتمد على حجم السائل size of communication على تريتمنت مثلا اذا كان بسبب السوكت اللي هو الخلع نعمله figure 8 هيك اذا كان الخلع عندنا مثلا او الكميوكيشن كبير بنسحب البك الفاتباد احنا فيه لنا هنا اشي فات بنسحبه المكزلوفيشيل سيرجون بنسحبه بغطي في الكميوكيشن تمام تمام هنا شر رأيكم من هنا بحكي لك كيف نختبر اذا فيه كوميوكيشن او لا تقول لك تسكر انف المريض تطلب منه يتنفس اذا شفت مكان من الفم قاعد بطلع بابلز فمعناته فيه كوميوكيشن تمام تمام فيه هستاء قلينا عشان ريحنا ونريحكم من هالفقرة هاي كلها بكل بساطة احنا فيه عنا علاقة تكاملية بين الاسنان والعظم المحيط فيها جذور الاسنان والعظم المحيط بها العظم المحيط بجذور الاسنان اسمه الفيولر بون الفيولر بروسس فيه احنا اسمه الفيولر بون تمام تمام هذا البون يكون فيه جواته الجذر راح الجذر راح البون راح البون راح الجذر علاقة تكاملية سبب وجود البون وجود الجذر سبب وجود الجذر وجود بون تكاملية لابعد الحدود بس خلعت السن جسمنا بيقول لك ليش انا اعطي هاي الخلايل بالفيولر عافوا ليش اعطي هاي الخلايل بالفيولر بون طاقة أنا هي قاعدة تأخذ مني طاقة وكذا وخلافه تقول لك ليش ما أعمل هري أبزورش خلص أشيها وأموتها فإحنا الله بصلى الله سيدنا محمد هذا اللي بسببه وشو اللي بصير عنا بطل فيه عنا ألفيولاربون يعني إذا مثلا شايفين هون هذا المكزل الاري ساينس كان مثلا هيك بس لأنه نخلع عنه فالفيولاربون هذا كله راح طبعا شو بده يطلع بداله مكزل الاري ساينس بالمانديبل بده يروح بده ينزل ما بيجي بداله مكزل الاري ساينس تمام تمام يعني مثلا أنا لو بدي أعمل راح أضطر أني أرفح هاي لفوق بعدين أحط الامبلنت هون بعدين طبعا بدي أزرع عظم أو عظم صناعي بدي أستنى فترة بعدين بدي أركب زرعتي فأنا بحكي لك أنه خلينا نقرأ اللي حكيناه هذا كله بسرعة طبعا اللي هو بدون أسنان راح تأخذوها بالسنة الجايب اللهم صلى على سيدنا محمد خلينا نشوف أنه مثلا احنا بالمكزل الاري تيث راح يصير عنا ري أبزوربشن في البيولر بون وراح يصير في عنا البيولر ساينس راح يصير قريب من البيولر ريج اللي هو زي ما حكينا هون والميوكوزة راح يصير الساينس قريب من الماوث ونسبة أنه يصير في عندي كمينيكيشن عالية مثل ما حكينا هذا كله بعد اكستراكشن مكزل الاري تيث مكزل الاري تيث مكزل الاري تيث مكزل الاري تيث ونسبة بحكينا بحكينا لس لس اكستراكشن من المانديبولر تيث من الفرامن تمام هاي المشكلة خلينا نشرحها وخلصنا بشيء عنها هاي من الفرامن بمر منها نيرفز نيرف بمر منها نيرفز وارتري وفينيول بغذن هاي المنطقة هني بيجين من وراء بيجين بطلع عنها قدام تمام تمام هسا إذا شايفين هذا العظم اللي فوقيها كله هذا الفيولر بون ليش لنقعد مثبت جذور الأسنان طيب بس يروحوا معناته بده يروح شو بده تصير عندي هيك طيب إذا شايفين العظم وقف فوق الفرن اللهم صلى سيدنا محمد من الفرامن طيب ماشي حسنا نعمل هسا دنشر حسنا نعمل طاقم وين بده يجي الطاقم عليها بده يصير يضغطها أصلا راح تأخذوا كيف كيف نعمل ريوليف وكيف نعمل انه تخلي مسافة عساس الدنشر ما يضغط عليها وكله هذا راح تأخذوا إن شاء الله بس هاي هي اللهم صلى سيدنا محمد هذا اللي بدك تعرفوه هايه دنشر كان كم رس فكله هذا يعني حكينا كرينيو سينس دوسيس اللي هي اللهم صلى سيدنا محمد الكرينيو مالفرميشنز للرأس تمام تمام طبعا له أشكال التعدد وأسواب التعدد لكن شو سببه بريماتور كلوزر في كرينيو سوچر تمام تمام احنا حكينا بالمحاضرة ثلاثة وأربعة أهمية السوچر وأماكنهم وليش لا يعني وشو حكمت ربنا بالموضوع إنه كذا فيعني المفترض أنتم عارفين كل هذا الكلام لكن شو بصيب ليش بتصير الكرينيو سينس دوسيس بسبب إنه بصير في عنا بريماتور كلوجر تمام تمام هسا إحنا بالوضع الطبيعي الجوع عنا بتطلع بماء بتنمو حسب لو أو قانون اسمه فيرخو قانون فيرخو شو بيحكي لي إنه أنا إذا نميت أفقيا كجمجمة فهي رح تنمو عاموديا فإنه اللهم صلى الله سيدنا محمد أو حتى نكون يعني حسب التزميم بالتعريف مع النه الدكتور مش رح يسأل عنه هاي مش رح يجي يسألكه عن التعريف ولا رح يسألكه هاي إنه نمو الوسكر رح يكون متوازي مع السوشر اللي بصير إله إغلاق يعني أنا إنه نمو الوسكل بلحق أو بكون متساوي مع كيف لا نوصل لكم إياها يعني هسا مثلا مثلا إحنا طبعا أكيد راسنا مش جاي مربع تائمي بجميع الاتجاهات لكن إحنا في ريشيو معينة إذا كبر الراس لفوق هالقد رح يكون هالقد عشان هيك في ناس بشكلها بغيضة وي ناس بشكلها ضاول في ناس بشكلها كذا وخلافه لكن هون بيحكي لنا إنه إذا صار عندي ماشي مثلا عندي هذا السوشر صار له إغلاق شو السوشر البرر إلو هاد فهذا رح يصير في عنده إنهانسد بالقروث ما بصير له اللهم صلى على سيدنا محمد ما بصير له تصير هون نمو أكبر تمام تمام هذا اللي بدهو وصله الكوية ما رح يسأل عنها الدكتور طيب ماشي خلينا نفصلهن نوع نوع وهذول عليهم سؤال هنه واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة هذول عليهم سؤال زي ما ينتم صامين صوتي عليهم سؤال فرقزوا فيهن بتضمنوا لكم سؤال بالامتحان بسم الله ترينغو انسي انسيفلي تمام تمام خلينا نفصلها سيفلي ترينغو مثلث رأس مثلث شو سببه الرأس المثلث ديكون هيك شكله معناته لا هذا مش مثلث هيك معناته اللهم صلى سيدنا محمد بسبب انه اللهم صلى سيدنا محمد شو احنا حكينا حسب القاعدة سكرت هاي بالأول فمعناته رح يزيد هذا البرر اللي له معناته شو سببه البريماتور كلوجر أوففرونتال سوچر متوبك سوچر تمام تمام التوب هيد تبهيد أبيرز نارو انه فرونت انه بكون الرأس من وراء أعرض من ما هو قدام طيب ماشي خلينا نمشي على بعدها اسكافو سيفلي اللي هي اللايك شب مثل السيفينة بريماتور كلوجر أوف سيجيتال سوچر تمام سيجيتال سوچر هايو طيب شو البرر له في شي شي مبرر له فيه اليهون وهون معناته بده يطلح هاي لقدام وهاي بده تطلع لهون فالله هم صلع سيدنا محمد فراح يصير ممدود تمام تمام لونج نارو وجشيب دي كرانيوم كرو انتيريور بستيريور لي انلي بكون ضيق جدا ضئيل ضئيل يعني بالمعنى الحرفي ضئيل فهو بكون صغير جدا هذا يعني ان شاء الله ما بتشوفوه على الحقيقة ولا بقاربك ولا ببناك ولا بحده بيعز عليكم اللي بصير انه احنا بريماتور كلوجر أو كرونال سوچر يعني الكرونال سوچر هيك وهيك طيب ماشي اذا هذول سكر وين المنطقة بده يصير فيه انهالنز بده تصير لورا فهي هيك بصيرها شايفينو كيف من قدام صغير ومن وراء عريض تمام تمام وما بكون يعني ما بقدر يطلع لقدام تمام تمام الاكسيو سيفلي اللي هي اللهم صلع سيدنا محمد التوري سيفلي برضه اللي هو التور لايك مثل البرج معناته اللهم صلع سيدنا محمد بريماتور كلوجر أوف كرونال سوچر والسجيتل سوچر بمعناته يعني احنا راح راح يسكر عندنا هذول بالاول وهذا تمام تمام شو راح يسبب لنا راح يطلع لنا انه هاي تور لايك كرينيوم راح تطلع الكرينيوم اللهم صلع سيدنا محمد لفوق راح تصير طويلة وخصوصا من قدام راح تلاقيها ضيقة راح تلاقي السوچر بس هي طويلة من هون خصوصا المنطقة اللي وراء زي من قدتلكو المنطقة عكسة اللي بتتحفز للنمو عكسة اللي بصير لها بريماتور البليقيو سيفلي المطعوج المطعوج اللي هو طب ماشي مطعوج معناته آسمتركل آسمتركل معناته ahah如果你 اينتر ما أكتب يعني ها بتصير هاي تسكر لحال أو هاي بتسكر لحال وهاذا تسكر لها واحد للحال iern راح نل المطعوج society والكورونا الواحد هنا وواحد هون هذه الحريبة سهي حتي بنترى تصير country اللهم صلى على سيدنا محمد هون بحكي لك وعند أسي مترك الكرانيوم بوزيشنال بلايجيوسيفالي في عنا بوزيشنال هي بتكون فلات سكل من وراء بتكون فلات بسبب اللي هي أو مش لهاي في عنا بوزيشنال بلايجيوسيفالي عفوا انه مريء الطفل وهو صغير بسبب انه طريقة نومته بطريقة خاطئة بظل ينام على جهة وحدة بصير عنده فلات سكل بصير عنده بوحدة من هنا بلايجيوسيفالي تمام تمام في عنا اشي اسمه طبعا ما بتأثر على حجمه بتأثر على نموه بكون غير طبيعي بكون غير سوي الانسان في عنا بقول لك تسمع الجراحة بالمنظار بدل ما يشق جسمك يفتح لك اللهم صلى الله سيدنا محمد عشرة صانتي ببطنك صار يفوت منظار من ثمك ويفوت يعمل السيرجير ويمشي بدل ما يعمل فتحة على طول عمود الفقري صار يفوت المنظار ويعمل جراحة العمود الفقري بالمنظار نفس اللي شي صارت بالهدماغين ويفوت من النيزي على بتويتري جلاند بعمل فيها السيرجير بصير من هالتي يومور بظلط على تمام تمام هذا بديو تعرفه خلينا نبلش بالسكل تمام تمام في عنا خلينا مقسمات الفراكترز بالانتيريور كرينيا الفصة والميدل كرينيا الفصة والبستيريور كرينيا الفصة تمام تمام خلينا هذول 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 تسلحي الانتيريور كرينيا الفصة يعني انتم عارفين شو فيها فيها السيربي فرم السيربي فورم بلايت اللهم صلى على سيدنا محمد بعمل لي الفراكتر فيها ابي ستاكسيز اللي هو الرعاف وفي عندي السيريبرو سباينل رينورية اللي هي بصير ليكيج سيربو سباينل فلويد انتيريوريو يعني خلينا نفصلها ريا اللهم صلى على سيدنا محمد هو انه الامور تمشي بسرعة زي كيف دي ريا الاسهال نفس الاشي رينو بتعني لها الانف فهي الرينورية و سي بي أف فهو بحكي لا مش سي بي أف سيريبرو سباينل فلويد سي أس أف عفوا فانه يعني طلقائيا انا حللت بدون ما اقرأ الجبلة أصلا أوربيتال بليت فركتر كمان هاي احنا الأوربيتال من الأنتيريور الوكراني الفصة في عنا اشي اسمه بصير اكزوباثلمس اللي هو النزيف للهيوميرج اذا أوربيتال كفريتي وبصير شكله هيك و عشان هيك مثل مرات اذا ضربت واحد بوكس هون رح تصير عنده هيك اذا بلد والأكومنية بهان دا آي اذا أوربيت بوش تو دا آي فروارد رح تصطلع العين لقدام في عنا راكون ساين راكون هيك عيون تمام راكون آيز بري أوبيتال ايكوموسيز اللي هو تجمع الدم حول العين اللي هي بس تحت تحت الجلد فركتر اوف ميدال كراني الفصة رح يصير عندنا سي اس اف اوتو ريا خلينا نحللها ريا معناته رح يصير في عندها انه المي تمشي والأمور تمشي الاوتو بمعنى الاثن كثير مشهورة في عنا كمان البتل ساين اللي هي الماستويد ايكموسيز منطقة الماستويد بروسيز رح يصير في عندي زراق زيه تمام تمام الفركترز بالبستيريور الكراني الفصة بس لحظة بيينيلكوا اشي المنطقة الخلفية الرير لكن فيها المناطق المسؤولة عن الريسبراتوري سيستيم وعن السي بي اس فهي صراحة فيتل وكثير سيئة وهنا بحكينا انه هي الانجري لس كومون بت كري ذا ريسك of damaging the brain ستيم which could be فيتل سيبتمز لانه السي بي اس عفوا البستيريور كراني الفصة فركترز بلد CSF passing through the mouth رح يوصل للفم طبعا result from the fracture ambasement part of orbital orbit عفوا اللي هي العين accumulation of lead over the nape of the neck هي هون from injury the vertebral artery اللي هي ال vertebral artery اللي هو اللي بطلع من الظهر على الدماغ اللهم صلاح سيدنا محمد هيك من خون خلصنا ل fractures واحد واثنين وثلاث خلينا نشوف نعصور واحد هي بتيجي بس ماكزيلا لحالها معناة وين بتتقص واذا شايفين هيك و هيك معناة و هي بتقص الهارد بلد فقط لغير تمام تمام horizontal fracture of the ماكزيلا hard blood separation تكسم لي الهارد بلد اللي هي الموجودة عندنا في صقف الحلق تكسمها عن بقية horizontal يعني هي مقطعية فبتكسمه عن بتشيلو وإحنا مش إحنا بنعملها إحنا مرات بجراحات معين نستخدم طريقة مشابهة بالماكزيلا facial surgery the number two the entire central part of the face separative thumb rest of the cranium شايفين هاي المنطقة كلها بتروح كلها هيك لعين بس بتظلي العين وهاي شايفين هاي والأنف وكله بتصير وبتصير fractures بهاي الطبيعة ومرات بطلعين كلهم مرة واحدة تمام تمام sub agumatic pyramidal أنه بكون زي الهرمي أو sub agumatic تحت زي agumatic بون تمام تمام في عنا three sabra زي agumatic اللي هي بيجي بشيل لك يعني بتيجي العين بتنقسم بالنص نص مع الكسر ونص فوق الكسر يعني يعني انتو اعتبرون هاذ البالأحمر بدنا نشيله تمام تمام طبعا الحلو إنه إحنا إذا رحنا ماكزيل فيشيال سيرجيري هاي السيرجيري كلها احنا بنعملها يعني كل اللي حكينا لحد الآن أي سيرجيري صارت ونحن بنقدر نعملها لأن نحكي نهاية الموضوع second most site of facial fractures second most كثير بصير في عنا fractures of mandible وعادي مرات بتكون painless broken mandible يجول inverse two fractures وجفري كنت لأكر opposite sides of the mandible يعني مثلا بدي يقول لك إذا لقيت fractures هون بتلاقي واحد هون بس يعني يعني شايفين هم متضادات واحدة 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 واقل واحدة الله يطرقكم العافية أي شيء بتحتاجوا سألوني اللي بحضرها اللي حضرها بس مروا على المعلومات اللي حكيتها مروا الكرام رح تطلع حفظها 100% إن شاء الله ما بتخذ من وقتكم لإشي كثير لإشي الكثير الله يوفقكم ينور عليكم حلو وإنتوا هاديين ربنا بكتبلكو على العلامات